اشتركوا في القناة ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله تعالى وأحثكم وإياي على طاعته وأستفتح بالذي هو خير يقول الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا وقال سبحانه مخاطبا نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم وإنك لعلى خلق عظيم أخرج الإمام الترمذي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق في رواية مكارم الأخلاق هذه هي الخطبة الثانية والعشرون في سلسلة خطب عنوانها أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها وما دمنا أحياء أيها الإخوة فلنجعل خطواتنا تسير وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نكون أقرب ما نكون منه اللحظة التي يتوفى فيها أحدنا هي لحظة زيادة قربه وسيكون بحسب قربه في الدنيا من رسول الله صلى الله عليه وسلم سيكون قريبا منه بالآخرة فما دام أذن لك بأن تحيا يوما إضافيا فقد أذن لك أن تزداد قربا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تربع النبي صلى الله عليه وسلم على عرش الأخلاق فكلما حسنت خلقك كلما ازددت منه قربا وعكسه بعكسه أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها وعنوان خطبة اليوم قبول الاعتذار عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به أيها الإخوة ربما زلت قدم المرء في تعامله مع من حوله فأخطأ بحقهم أو أساء إليهم فإذا راجع نفسه وصحى إيمانه ونادى عليه كرمه جاء معتذرا إليهم مستقيلا عثرته منهم وطبيعة البشر أنهم يصيبون ويخطئون وليس ثمة إلا الصواب والخطأ إلا عند المعصومين وهم أنبياء الله تعالى فإذا أخطأ معك أحد إذا أساء إليك أحد وصحى إيمانه ونادى عليه كرمه وجاء إليك معتذرا فما عساك أن تفعل قبول الاعتذار عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به أما أهل الفضل فيقابلون معذرته بالمسامحة وربما التمسوا له العذر قبل اعتذاره ما قلت أنت وما سمعت أنا هذا كلام لا يليق بنا إن الكرام إذا صحبتهم ستروا القبيحة وأظهروا الحسنة وإذا كان حديث اليوم عن قبول الاعتذار عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به فإليكم هذه المواقف من السنة المبخرة أخرج الإمام البخاري عن علي رضي الله تعالى عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا والزبير والمقداد فقال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ اسم مكان فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها القصة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد فتح مكة وأراد أن لا يكون سفك دم فعم على القريش الأخبر حتى أصحابه لا يعرفون إلى أين يسير خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أصحابه متجها إلى مكة وهم لا يعلمون وقريش لا تعلم واحد من الصحابة بطريقة ما لمس بأن هناك شيء توجه للجيش نحو مكة فأرسل كتابا إلى قريش يحذرها جاء سيدنا جبريل وأعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن حاطب بن أبي بلتع أرسل كتابا إلى قريش مع إمرأة مسافرة ضعينة فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل سيدنا علي رضي الله تعالى عنه مع الزبير والمقداد وقال لهم انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ اسم المكان فإن بها ضعينة معها كتاب فخذوه منها قال فانطلقنا تعادى بنا حتى أتينا الروضة مسرعين حتى وصلنا إلى المكان فإذا نحن بالضعينة قلنا لها أخرجي الكتاب قالت ما معي شيء قلنا لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثياب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال معي الكتاب الكتاب بده يطلع قال فأخرجته من عقاصها في ضفاير شعر حط الرسال فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتع إلى ناس بمكة من المشركين يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم أتوني بحاطب حاطب صحابي وعم يتخاطب مع جيش العدو وبلحظة حاسمة هذه تسمى خياني عظمة قال أتوني بحاطب فقال يا حاطب ما هذا قال يا رسول الله لا تعجل علي إني كنت امرأة ملصقا في قريش يعني حليفا لهم ولم أكن من أنفسها وكان من معك من المهاجرين من لهم قرابات يحمون أهليهم وأموالهم فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون قرابتي ولم أفعله ارتدادا عن ديني ولا رضا بالكفر بعد الإسلام قالوا يا رسول الله جمعتك هؤلاء الذين معك كلهم من قريش لهم أهالي ولهم معارف فإذا أنت هجمت على مكة ربما أولئك يؤذون من هو موجود في مكة فأقاربهم ومعارفهم يحمونهم أنا ما إلي أحد أحببت أن أتخذ عندهم يدا والأمر ليس خيانة ولا كفرا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إنه قد صدقكم صحيح فقال عمر يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق لأن الأمر بثير شديد نحن نريد أن نخفي عن قريش والآن قريش كان ستخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنه قد شهد بدرا هذا من الصحابة البدريين له سوابق خيرة وما يدريك يا عمر لعل الله طلع على من شهد بدرا فقال أعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم ما رضي النبي صلى الله عليه وسلم أن يعاقب أو أن يحاسب إنها صورة من صور قبول اعتذار المعتذرين عند رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أن الخطأ جسيم والخلل كبير لكن الرجل جاء معتثرا لا تنسوا أن عنوان السلسلة أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى بها هذه صورة الصورة الثانية أخرج ابن هشام في سيرته قال كتب بجير ابن زهير ابن أبي سلم إلى أخيه كعب ابن زهير يخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل رجالا بمكة ممن كانوا يهجونه ويؤذونه وأن من بقي من شعراء قريش قد هربوا من كل وجه فإن كانت لك في نفسك حاجة فطر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه لا يقتل أحدا جاءه تائبا وإن أنت لم تفعل فانجوا إلى نجائك من الأرض هذا الشاعر كعب ابن زهير صاحب القصيدة المعروفة بانت سعاد هو كان مشركا وكان يكتب قصائد ضد النبي صلى الله عليه وسلم ضد الإسلام والمسلمين أخوه أسلام اسمه بوجير بوجير بيبعث لأخوه الشاعر كعب بإله ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم قتل بعض الشعراء الذين كانوا يقلبون الناس على الإسلام فإنت إما أن تسلم أو تهرب في هذه الأرض وعلى كل إن إذا جئته تائبا قبيلة لأنه لا يرد تائبا قال ابن إسحاق فلما بلغ كعبا الكتاب ضاقت به الأرض وأشفق على نفسه ثم خرج حتى قدم المدينة فنزل على رجل كانت بينه وبينه معرفة فغدى به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صلى الصبح فصلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم أشار له إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال له هذا رسول الله فقم إليه فاستأمنه فقام إلى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جلس إليه فوضع يده في يده وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرفه بالشكل يعني صلاة الفجر الدنيا عتمي فقال يا رسول الله إن كعب بن زهير قد جاء ليستأمن منك تائبا مسلما فهل أنت قابل منه إن أنا جئتك به قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم قال أنا يا رسول الله هو كعب بن زهير قال ابن إسحاق فحدثني عاصم ابن عمر أنه وثب عليه رجل من الأنصار فقال يا رسول الله دعني وعدو الله أضرب عنقه فقال له النبي صلى الله عليه وسلم دعه عنك فإنه قد جاء تائبا نازعا عما كان عليه خلاص معتذر هو يتوب إلى الله عز وجل لماذا تريد أن تحاسبه على ما مضى وأنشد كعب الرسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته الشهيرة بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفد مكبول حتى قال فيها نبئت أن رسول الله أوعدني والعفو عند رسول الله مأمول إنها صورة من صور قبول الاعتذار عند النبي صلى الله عليه وسلم وهذه ثانية أما الثالثة أخرج الإمام البخاري عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رجلا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب شرب خمر فأقيم عليه الحد فأتي به يوما فأمر به فجلد رد مرتان شرب الخمر وأقيم عليه الحد فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به صلوا كم مرة يعني آكل حد الجلد فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت إنه يحب الله ورسوله يعني والله لا أعلم عنه إلا أنه يحب الله ورسوله الحاصل أيها الإخوة أن قبول الاعتذار والبحث عن الأعذار للمخطئين خلق النبي صلى الله عليه وسلم وهو معروف به والمتوقع أن يكون خلقك وأن تكون معروفا بذلك وإذا كانت تلك قصص ومواقف من السنة فإليكم مواقف من الواقع تخاصم زوجان خصومة دعت كلا منهما إلى الابتعاد عن صاحبه فترة إلى أن أرسلت الزوجة رسالة لزوجها تعتذر إليه مما بدر منها من مواقف وكلمات فما كان من الزوج إلا أن ذهب إلى محل الأزهار ليحمل بيده باقة منها ويعود لبيته قاطعا أسباب الشقاقي قابلا الاعتذار منهيا الخصام مرات مشكلة كبيرة تحل بس بكلمة أنه أنا أخطأت أعتذر ما في داعي لا يدخل والدة ولا والدتا ولا والدك ولا والدتاك بكلمة بموقف بسيط تنهي أنت الأمر أو تنهي هي الأمر بقبول الاعتذار تستطيب القلوب وتستأصل الضغينة وتعين على التوبة ومن أقال نادما عثرته أقال الله عثرته يوم القيامة عقد تاجر مع مخلص جمركي عقدا يلتزم فيه المخلص بشحن بضاعة للتاجر وتخليصها وتسليمها له في مستودعاته مقابل مبلغ مالي توافق عليه بدأ المخلص العمل وبسبب أوضاع عامة نزلت بالبلد تعذر على المخلص إيصال البضاعة إلى مستودعات التاجر فقبل التاجر عذره واستلمها منه في بلد آخر ليتابع بنفسه شحنها وتخليصها في بلده وأعطى المخلص الأجور المكافئة لما قام به من عمل متسامحاً معه راضياً عذره بقبول الاعتذار تستطيب القلوب وتستأصل الضغينة وتعين على التوبة ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة اشترى تاجر عقارات شقة سكنية من ساكنها وقد علم في جلسات المساومة أن صاحب الشقة يريد بيعها ليضع فوقه مبلغاً مالياً ادخره ليشتري أوسع منها تم البيع وقبض المشتري العربون وتوافقاً على التسليم بعد ثلاثة أشهر يجد صاحب الشقة خلالها المنزل البديل المناسب مر الشهر الأول ولم يجد الرجل مكتغاه وقارب الثاني على الانتهاء ولم يجد كذلك ووجد البائع نفسه نادماً على بيعه مخطئاً في تصرفه ولكن بقي يبحث عن المنزل البديل قبل أن تنتهي مدة التسليم نمى للتاجر ندم البائع فجاء إليه ليعلمه أنه قد علم ندمه وأنه إن كان راغباً بفسخ العقد فالتاجر جاهز ومع أن العقد ينص على خسران العربون أو مثله على من يفسخ العقد فالمشتري متسامح بذلك وما على صاحب الشقة إلا أن يرد العربون وينتهي العقد بينهما لما سأل البائع المشتري عن سبب فعلته مع أنه تاجر عقارات يبحث دائماً عن الربح والنمأ قال له لأنه سمع حديثاً لرسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه من أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة وقد وجدها فرصة مناسبة للطلب من حضرة الله تعالى أن يقيل عثراته يوم القيامة بإقالته عثرة البائع بقبول الاعتذار تستطيب النفوس وتستأصل الضغينة وتعين على التوبة ومن أقال نادماً أقال الله عثرته يوم القيامة أيها الإخوة هذه مواقف من السنة ومواقف من الواقع في قبول الاعتذار وأهم ما في هذه الخطبة كيف نتحلى بهذا الخلق إن مما يعين على التحلي بخلق قبول الاعتذار في ناس بيننا عندهم سهولة يقبلون يعذرون يسامحون يتجاوزون فالسبحان الله في ناس لا عنده شدة عنده قساوة صعب أن تسترضيه حتى إنه هو يتكلم أقول لك مستحيل مستحيل أن أنظر في وجهه بعد اليوم مستحيل أن أجلس أنا وهو في غرفة واحدة شديد ألا إذا كنت سهلاً هيناً احمد الله تعالى وتمسك بهذا الأمر لكن إذا كنت صلباً شديدًا قاسيًا لا تستطيع تقول أنا لا أستطيع أن أسامح لا أستطيع أن أقبل اعتذاره حتى أؤذيه كما آذاني حتى أن تقم منه كما فعل معي ما الذي يعينك على التخلق بخلق قبول الاعتذار مما يعين على التحلي بخلق قبول الاعتذار أمراً الأول تذكر أنك من الممكن أن تخفو ألا بكرة بكرة أو بعد بكرة أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو سنة أنت ستخطئ في حق غيرك وأنك تحب إذا زلت قدمك أن يقبل الناس عذرك فعامل الناس بما تحب أن يعاملك تذكر أنت أخطائك التي أخطأت مع من حولك كباراً أو صغاراً وكيف أنهم عذروك فعامل الناس كما تحب أن يعاملك الأمر الثاني تذكر أن الإنسان ضعيف وغيره كامل يلي بده زوجة كاملة بالجنة إن شاء الله أنهم لا يتزوج يلي بده شريك كامل بالجنة يجده أما بالدنيا كلنا بشر كلنا مجبولون على الضعف على النقص كله بني آدم خطأ يلي بده جار كامل بالجنة يجده أما بالدنيا ما في الكمال لله تعالى يلي بده ابن كامل كمان بالجنة يجده تذكر أن الإنسان ضعيف وغير كامل فراع ضعفه ونقصه وقبل معذرته إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحداً أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه أكيد أكيد زوجتك ستخطئ بحقك أكيد كل هؤلاء المتزوجين كل المتزوجين ينبئوك لكنهم يسترونهم لا يتكلمون أخطأت زوجاتهم يوماً في حقهم وكل هؤلاء الرجال أخطأوا مرات في حق زوجاتهم المرأة عذرت وسترت والرجل عذر وستر واستمر المركب فإذا أخطأت زوجتك اليوم في حقك فاقبل اعتذارها ولو لم تعتذر التمس لها عذراً وأنت افعلي كما يفعل إذا كنت في كل الأمور معاتباً صديقك لم تلقى الذي لا تعاتبه فعش واحداً أوصل أخاك فإنه مقارف ذنب مرة ومجانبه إذا أنت لم تشرب مراراً على القذى ضمئت وأي الناس تصفوا مشاربه ختاماً أيها الإخوة هذا حديثي لكم عن قبول الاعتذار عند النبي صلى الله عليه وسلم وكيف نتحلى به أكثروا من الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنه من صلى عليه صلى عليه ومن سلم عليه سلم عليه وتدارسوا مع من حولكم حديثه وسنة وسيرته وأخلاقه ليكون النبي صلى الله عليه وسلم حاضراً فينا وتكون سنته ماثلةً بيننا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليماً أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فيا فوز المستغفرين استغفر الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر